هل يا دكتور السكر ليه تأثير واضح على العلاقة الزوجية؟ أه أولوه تأثير واضح وزي ما قلنا التأثير ده للأسف ممكن ينشأ قبل ما يظهر السكر المرتفع هنا بقى حكتين العصب اللي رايح للأعضاء التنسلية بيضعف وبالتالي فيحصل أنه مقدرش يمارس خالص أو يحصل يبقى عنده سرعة بيوصل للشهوة بتاعته قبل زوجته وهنا ده بيؤدي إلى تأثير نفسي سيء جدا على الزوجين وبتده يكرهه العلاقة لأنها لما يكون ما فيش علاقة خالص غير لما بتبدأ العلاقة وما تنتهيش كما يجب بالنسبة لهم فده بيضيقهم زيادة هنا السكر بقى بيؤثر يا إما على الأعصاب فيعمل الضعف ده بحيث ما يبقاش فيه علاقة أصلا أو يعمل سرعة في وصول الزوج للشهوة أو كمان الشرايين تضعف أو يحصل حاجة في السكر بنسميها تسريب في الأوردة تسريب في الأوردة معناها إيه؟ احنا بنقول للممارسة الزوجية السليمة بتعتمد على تضفق الدم للأعضاء التنسلية للزوج بنسبة معينة ودي بنقسها بجهاز معين بيقسنا سرعة تضفق الدم بالسنتيمتر في الثانية الوحدة مفروض يزيد عن 30 أو 40 سنتيمتر في الثانية بس ده مش لوحده زي ما يقولوا إيه لوحدها ما تسقفش لازم مع زيادة تضفق الدم ده لازم الأوردة بتاعة أعضاء التنسلية لازم تقفل كده وإلا يبقى بننفخ في قربة مقطوع يبقى الدم بيدخل بس ما بيحفظش عليه هنا المريض يقول لي أنا ببدأ بس بلاقي في النص كده لقيت ايه كل حاجة راحت ده أهم حاجة بتشخص لنا تسريب الأوردة وده بيحصل في مرض السكر طيب بيحصل ليه بقى لأن في حاجة تالتة بقى بتحصل يعني هم تفقى إن الشارين هتضعف فيضعف ده العراق الزروية أو العصب في حاجة تالتة بقى الأدوية الحديثة طبعا مش هنقول أسميها بس كلنا عارفينها اللي عملت ثورة في علاج الضعف دي بدأ استخدامها في العالم كلهم من سنة 1996 ولا زالت تستخدم وهي لها يعني تأثير جيد جدا بس بشرط إنها تكون من خلال إشراف طبي المريض ما ياخدهاش من نفسه عشان ما يضرش نفسه الأدوية دي كلها بتيجي في السكر بتفشل ودي المشكلة بتفشل مع السكر مريض السكر هو المريض الوحيد هو هو المدخم اللي في أحوال كتير غالبا الأدوية دي هتفقد تأثيرها بعد الفترة والمريض بيقولك كده الأول كنت بأخد نص أرس كان كويس قوي بعد كده بتأخد أرس بعد كده أرسين بعد كده ثلاث أرس بعد كده بقيت أخد العلبة بحالها وكأنه بشرب مياه ليه بقى كانوا بيشرب مياه لأن الأدوية دي ما بتؤديش إلى زيادة في تضافه قدامه في الأعداء التنسلية من نفسها هي بتعمل هي بتعمل حاجة مهمة لو فهمناها نعرف ليه هي مش هتأثر في السكر والمدخنين هي بتحافظ على مادة الجسم بيفرزها أثناء قصار لما الزوج جي جنب زوجته يقرب لها بتحصل مادة اسمها ناتريك أوكسايد بتطلع في الجسم المادة دي هي المسؤولة عن زيادة تضافه قدام الأدوية الحديثة دي بتحافظ على المادة دي بس لكن ما بتعملهاش ما بتؤديش إلى زهورها يعني مجرد نفاذ المادة خلاص كده مجرد نفاذ المادة خلاص مهما أخذ من أدوية مجرد لأنها الحاجة اللي هي بتشتغل عليها الأساس اللي بتشتغل عليها ما بقاش موجود فهو بيقول لي بنفس الطبية بقاش ربع زي المية بالنسبة لي هو مش فيها بقت مية ليه لأن المادة اللي هي بتشتغل عليها المادة ناتريك أوكسايد مادة ناتريك أوكسايد دي اللي اكتشفت سنة 92 قبل اكتشاف الأدوية دي بفترة بسيطة واللي اكتشف مادة ناتريك أوكسايد ده خد جايزة نوبل بس مش خد جايزة نوبل عشان الأدوية دي لأ خد جايزة نوبل عشان مادة ناتريك أوكسايد دي وده بيورينا قد إيه العلم بيلعب دور كبير في حياتنا ويخلي بقى ليه دايما الدكاترة بتزعم الناس اللي تقول بقى في موضوع الضعف ده نقول فيه سحر ورابط وكلام فاضي لأنه احنا شايفين المادة دي مادة آسد خلاص مادة موجودة في المعمل وبنلاقيها في مريض السكر مثلا بدلا منها عشرة بقت واحد فلما يجي حد يقولي بقى سحر ورابط وبتاع